حملة لتعقيم مجزارة كاركوك وأماكن تربية الحيوانات في الأقضية والنواحي التابعة لمركز المحافظة مثل الحويجة والرياضة أطلقتها الإدارة البيطرية التابعة لوزارة الزراعة من أجل القضاء على الوسيط الناقل للحمة النزفية بين الحيوانات الطفيل يبدأ بالتكاثر والتي يسبب انتقال هذا الفيروس من الحيوان إلى الإنسان علم أن هذا الفيروس لا تظهر أي علامة من علاماته على الحيوان الحامل لهذا المرض ولكن تظهر على الإنسان بعد الإصابة وكانت محافظة ذيقار قد سجلت مؤخرا حالة وفاة واحدة كما تم تسجيل ثلاث إصابات في محافظات أخرى الأمر الذي دفع إدارات الصحة البيطرية لتكثيف حملاتها لمنع تفشي الفيروس على نطاق أوسع ظهرت عندنا ثلاث إصابات في محافظة ذيقار وكانت وفاة واحدة من عندهم والإصابة الثانية ظهرت في محافظة كربلاء فنحاول أن نرش أكبر كمية ممكنة بالمحافظات كلها من أجل تطويق مرض الحمة النزفية الذي بات يشكل خطرا حقيقيا إثر تزايد أعداد الإصابات والوفيات في عدد من المحافظات وضرورة اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة عند التعامل مع الحيوانات الحمة النزفية تنتقل من الحيوانات إلى البشر الذين يخالطونها بشكل مباشر من خلال حشرات حاملة للفيروس تعيش عليها ويتسبب المرض في حدوث نزيف في أماكن متعددة ويمكن أن يؤدي إلى معدلات وفاة عالية جدا الأمر الذي يتطلب إجراءات طبية صارمة للتصدي له سعدون السلطان الحرة كاركوك